موسيقى في العراق وقد سبق لنا قبل شهرين تقريبا نقبنا ندوة متخصصة بهذا الشأن بالتعاون بين قسم حقوق الإنسان في الهيئة والقسم السياسي في الهيئة بهذا الشأن ونعود مرة ثانية لإقامة هذه الندوة لأهمية الموضوع وللحاجة الضرورية له بعد تكرار حالات الإعدام في المدة الزمنية القليلة الماضية والندوة هذه المرة ستكون بالتعاون بين المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب والقسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الورقة الأولى ستكون للأخ عمر الفرحان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب يتحدث فيها عن هذه الظاهرة وعن هذا الحدث المتكرر ثم بعد أن ينتهي وقدم ورقة ثانية تتعلق ببعض الجوانب ولا سيمة السياسية منها المتعلق بهذا الأمر فنبتدأ بداية مع الأستاذ عمر فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية أقدم شكري وامتناني لإدارة مجلس الخميس الثقافي لاستضافتي في هذه الأمسية المباركة وللحاضرين جميعا وللدكتور المثنى جزاه الله خيرا موضوعنا اليوم موضوع ذو شجون ومآس لا يمكن السكوت عنه لا يمكن أن يقف أحدنا موقف المتفرج منه وما هذه الندوة إلا كجزء يسير من القائمين عليها ليصدحوا بالحق اتجاه ما يتعرض إليه المعتقدون في السجون وهذا الموقف يحسب لهم فجزاهم الله خيرا وكما تعلمون أيها السادة الكرام إن تعدد القوانين فيما يخص الجرائم في العراق نظرا لانعدام الأمن وانتشار الجريمة المنظمة وهذا يعد من المؤشرات السلبية في دولة تدعى أنها مبنية على الديمقراطية وتعدد الحريات ومن ذلك ما يتعلق بقانوني العفو العام والعفو الخاص الذي يرام قرارهما في مجلس النواب والذي بدأ العمل بهما في عام 2015 فإن هذين القانونين يحملان الكثير من التناقضات وتضمنان الكثير من الفقرات التي تحمي مصالح الأحزاب المتنفذة بحيث يكونان أشد وقعا على المواطنين فضلا عن أن مغزى هذين القانونين ومقصدهما يصب في تحقيق حالة القتل المتعمد بحجة تطبيق القانون بحجة تطبيق القانون على الأفراد الذين أجبروا عنوة وتحت التعذيب على الاعتراف بأعمال لم يقوموا بها وفقا ليشاية المخبر السري إن القوانين وكما هو معروف لها قدسيتها ولا يحق لأحد التلاعب بها أو تفسيرها بحسب هواه غير أن هذه القوانين في العراق باتت اليوم تفسر بحسب هوا الوزير أو الحزب الحاكم أو إرادة السياسيين من أجل تغيير الوضع لصالحهم ومصالحهم وقد أكدت مصادر حكومية قبل مدة وجيزة إصدار أوامر تنفيذ حكم الإعدام بحق أكثر من 150 معتقلاً مدانين خلال الأعوام المنصرمة وهذا ما يدل على أن المحاكمات التي صدرت عنها هذه الأحكام ناقصة الشرعية والثبوتية نظراً إلى الإجراءات التي سبقت القرار النهائي بحكم الإعدام من تعذيب وإجراءات انتقامية فضلاً عن أن إجراءات التحقيق التي لا تسلك فيها عادة الطرق الصحيحة في هكذا مواقف فضلاً عن عدم مراعاة الاستئناف ولا غيره من الطرق القانونية التي يمكن من خلالها إثبات الجرم أو عدمه ومن ثم ستكون النتيجة هي إصدار أحكام الإعدام من أول جلسة حكم على المدانين سواء كانوا مجرمين أم أبرياء وفيما يتعلق بوضعية السجون والجو العام فيها فإنها تمثل طريقة من طرق الإعدام البطيء فالأوضاع فيها غير إنسانية من حيث المأكل والعناية الصحية فالآلاف من السجناء والمعتقالين يعانون من أمراض نفسية وتنفسية وجلدية والأمراض المزمنة جراء التعذيب وجراء الإحمال المتعمد لهذه السجون ووفقا لذلك وفيما يلي نورد بعض التوضيحات لما ورد فيما يتعلق بالإعدام وإجراءاته أولا يمثل الإعدام في العراق تجاوزا على حق الإنسان في الحياة لأن ما يحصل في هذا البلد هو إزهاق روح الإنسان بناء على الشبهة والاعتراف المنتزع بالتعذيب وهي حقيقة سائدة ومؤكدة في العراق اليوم للأمم المتحدة أكثر من قرار غير ملزم يطالب بوقف عقوبة الإعدام إن الإعدام يتناقض مع البروتوكول الثاني الملحقي بالأهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام أيضا هذه القرارات هو متناقض أيضا ما اعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في قراره عام 1984 الذي تضمن توصيات لدول العالم لتقييد عقوبة الإعدام وأخيرا دعا مكتب الأمم المتحدة في العراق ولأكثر من مرة وقف عقوبة الإعدام في العراق لأنها تجري بشكل تعسفي وعلى أساس اعتراف يجري انتزاعها من المتهمين بالتعذيب والإكراه كما أن النظام القضائي العراقي لا يكفل وجاء محاكمات نزيهة كافية بما يتفق مع الأهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وعلى الرغم من كل ما تقدم شرعت الحكومة في بغداد في تنفيذ موجة من عمليات الإعدام منذ نهاية عام 2023 بحق المعتقلين في سجون الحكومية وأسفلت عن قتل ما لا يقل عن 150 شخصا ووفقا للمعلومات التي وصلت لمركزنا مركز العراقي لتوثيق درائم الحرب فإن الحكومة ماضية في تنفيذ هذه الإعدامات بوتيرة مروعة فبعضهم يترك من دون رعاية صحية وإهمال متعمد للمعتقلين الذين يصابون بأمراض خطيرة وبعضهم ينفذ فيه حكم الإعدام من دون الرجوع إلى آلية تصديق الإحكام القضائية التي تصدر من رئاسة الجمهورية وقد اتهم أغلب من أعدم في هذه الأشهر القليلة الماضية جزافا بأنهم ينتمون إلى منظمات إرهابية على الرغم من أن النمط الموثق من الشهادات من أهالي المعتقلين على أنهم أبرياء وأنهم اعتقلوا وفق وشاية المخبر السري ووفق الدوافع الطائفية ونؤكد هنا أن عمليات الإعدام التي يتم تنفيذها بشكل منهج في عقاب المحاكمات يا باليغة الجور حيث أعدم ما لا يقل عن خمسين شخصا في سجن ناصرية في شهر شباط 2024 فضلا عن ترك المعتقلين يموتون من أثر الأمراض التي تصيبهم دون أي رعاية أو معالجتهم بصورة صحيحة وقد أكدت لنا عائلة معتقل في سجن ناصرية بأن ابنهم قد توفي بسبب مرض السل وأكدوا أنه شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بحكم وجود بتر في الساق وقد تعرض للتعذيب أيضا أثناء التحقيق وفي السجون وبحسب المعلومات التي حصلنا عليها من أحد موظفي المفوضية العليا لحقوق الإنسان الحكومية فإن عدد المحكوم عليهم بالعدام يبلغ الآن قرابة التسعة آلاف شخص تم التصديق حكم العدام قضائيا بحقهم وبانتظاه صدور المراسيم الجمهورية بذلك ويقر هذا الموظف كما يقر غيره كثيرون بوجود اكتظاظ كبير في السجون العراقية حيث أن الطاقة السجن الواحد تبلغ أربعة آلاف معتقل تقريبا ولكن العدد الفعلي قد يصل إلى ثلاثة أضعاف هذا العدد المذكور إن عمليات الاحتجاز والأحكام القضائية تفتقر إلى الدقة والأدلة والبراهين وتستند تقارير دولية لمنظمات مختصة بمناهضة عقوبة الإعدام إلى كون تلك الأحكام لا رجوع فيها ولا تتارك للأخطاء وترى هذه المنظمات الدولية أن عقوبة الإعدام تتسم بالتمييز فغالبا ما تطبق على الفئات الأضعف في المجتمع وضد طائفا من طوائف المجتمع العراقي وهي ترصد تنفيذها بحق فئة من الناس وأبناء الأقليات العرقية والدينية وذو الإعاقات العقلية والجسدية وتعتبر أن بعض الحكومات تستخدمها لإخراس معارضيها ويتبين لنا لاحقا أن الإجراءات غير سلمية والحكم غير صحيح لكن متى نفذت عقوبة الإعدام فقد انتهى الأمر فالأخطاء التي ترتكب لا يمكن تداركها وقد يفرج عن البريل الذي سجن لجريمة لم يرتكبها أما الإعدام فلا يمكن الرجوع فيه وهذا هو المنطق الرئيس في معارضة العقوبة الإعدام وتؤكد هذه المنظمات الدولية على أن عقوبة الإعدام لا تقل خطورة عن عمليات القتل التي يرتكبها المجرمون أو من يوصفون بالإرهابيون لأنها تنطوي على الحرمان من حق الحياة وهي غير عادية لأنها تطبق في حق المعتقلين على قدم وساق بجريرة التهم الكيدية والدوافع الانتقامية والطائفية وبعض المعتقلين ينفذ بهم حكم الإعدام من غير ارتكاب جريمة كبرى حيث لا يعقل أن تتساوى الجرائم كافة في شدة خطورتها فإن الجرائم المعاقب عليها بالإعدام هي الجرائم غير العادية التي تشكل النسبة الأقل في الجرائم عموما ونظرا لقسوتها عقوبة الإعدام ونحن نعدها أيضا في القانون أنها جريمة لأنها تستخدم بنطاق واسع وغير وفق الوصول القانونية ونظرا لقسوتها واستثنائيتها فإن عقوبة الإعدام تتعارض مع مفهومي الكرامة والحرية اللصيقتين بجهود الكائن الإنساني خاصة بما تنطوي عليه من إسباغ المشروعية على القتل حتى وإن كان عقوبة وختاما فإننا نرى في المركز أن عقوبة الإعدام لا تشكل رادعا للجريمة بل إنها ستؤدي إلى فعال لا تحمد عقباها مستقبلا من عمليات ثأر وانتقام من ذوي الضحايا إذ تدلل الإحصائت على أن تطبيق عقوبة الإعدام لم يؤدي إلى خفض معدلات الجريمة في الدول التي تطبقها كما أن إلغاؤها لم يؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة في الدول التي ألغتها واختاما شكرا لحسن إصغائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لأستاذ عمر الفرحان على هذه الخلاصة المركزة فيما يتعلق بجرائم الإعدام المنفذة أخيرا في العراق وأبعاد هذه الجريمة وكيف اتخذ هذا الفعل هذا الوصف الجريمة لأنه فعل عن سبق إصرار مترصد وتعمد مع زيادة وتيرة هذه الإعدامات بحيث ينطبق عليها هذا الوصف ولعلا من أبرز الأوصاف التي وردت في هذه الورقة وهو وصف مهم تسمية هذه الجرائم بجرائم الموت البطيئ لأنه فعلا يموت المعتقلون في السجون موتا بطيئا أولا من المعاناة وثانيا من طول المدة الزمنية الذين لم يفرج عن قسم منهم حتى بعد انتهاء مدة محكومياتهم أو انتظار تنفيذ الأحكام الجائرة بحقهم ولا سيما جرائم الإعدام فضلا عن الإهمال الذي رصدته أيضا الورقة فيما يتعلق بالظروف التي يعيشها المعتقلون من حيث الصحة والماكل فضلا عن ازدحام هذه السجون فهي نقاط جذيرة بالاهتمام تسلط الأضواء على استمرار هذه الجريمة ومخاطرها الكبيرة وتستدعي انتباه وتدخل الجياءات الفاعلة القادرة على ذلك داخليا وخارجيا بالنسبة لورقتي تتعلق بجوانب لها صلة بالموضوع ولكن من جانب آخر ولا سيما من الجانب السياسي وأهم نقطة في هذا الموضوع هو ما يتعلق بتأخير إقرار قانوني العفو العام والخاص وتأخير من وجهة نظري تأخير متعمد وليس بسبب النقاشات والخلافات في تفاصيله وكيفية إقراره ومن يشمل وما إلى ذلك هذه كلها مبررات وذرائع لإطالة أمد النقاش بشأنه وعدم إقراره لأن في الإقرار مطالب الكثيرين بالإفراج عن كثير من المعتقلين أو تخفيف الأحكام بحقهم ولذلك تبتكر بين مدة وأخرى حجج وذرائع لتأخير إقرار القانونين بين مقوانين أخرى أو موضوعات أخرى بعد ذلك اقترحت أو قررت أو اقترحت وتناقش وسننوه في آخر المحاضرة على مثال من هذه الأمثلة هذا أولا ثانيا موضوع الإعدام البطيء الذي ذكره الأستاذ عمر ينبغي التركيز عليه وهو مصطلح جدير بأن يشاع وأن ينشر وأن تشرح جريمة الإعدامات الأخيرة من نافذة هذا المصطلح وأن الحكومة الآن مشتركة في جريمة القتل البطيء للمعتقلين وأعتقد بأنه سيكون هناك اهتمام كبير جدا بهذا الموضوع عولج بطريقة مناسبة وأنصح هنا باهتمام به من قبل كل المعنيين بهذا الجانب الإنساني الأمر الثالث ما يتعلق بهذه الجريمة هذه الأرقام التي ذكرها الأستاذ عمر وهناك أرقام كثيرة ولكن أعلم أنه اختصر من أجل أن تكون الندوة مركزة وتحقق الهدف وطالما تحدثت تقارير قسم حقوق الإنسان في الهيئة وتقارير المركز العراق توثيق جرائم الحرب ولا سيما بيانه الأخير بشأن المعتقلين الذين أعدموا المية وخمسين ثم الـ 11 أو الـ 12 في سجن الناصرية أخيرا فأكثر من الإحصائيات والأرقام والوثائق الدالة على ذلك نحن في هذه الندوة نحاول أن نركز باتجاه هداف معينة فالتدخلات الدولية كثيرة ولكنها للأسف كما ورد في بعض النقاط في الورقة أما قوانين غير ملزمة أو تدخلات لرفع العتب فقط أو طرح وجهات نظر ومسائلة الحكومة دون انتظار جواب منها الحكومة في بغداد أقصد أو الاكتفاء بأدنى جواب منها وهذه التجربة مرين بها في الهيئة سواء كنا في قسم حقوق الإنسان أو في قسم السياسي منذ اندلعت الأزمة الأخيرة وآخر جواب جاءنا من إحدى الجهات الدولية أنه عندما سمعنا بموضوع الإعدامات الأخيرة وبياناتكم وتصريحاتكم اتصنى بالجهات المعنية في العراق وتحديدا برئاسة الجمهورية ووزارة العدل وكان الجواب بأن الأمر مبالغ فيه أو لم يأتنا جواب أصلا أما بعثة الأمم المتحدة في بغداد وأنها تخاطب الحكومة نعم هذا صحيح والوثائق تدل على ذلك ولكن ما الذي فعلته هذه البعثة لمتابعة هذا الموضوع وهذه البعثة عندما ترى أن هناك جرما واختراء خرقا خطيرا لحقوق الإنسان بهذا الحجم وبهذه السعة وبهذه الخطورة كيف تقبل لها أن تتعامل مع الشق السياسي في النظام السياسي إذا كان يقوم بهذه الجرائم قانونيا وأخلاقيا ينبغي لها أن تضع كما يقولون حاجزا بينها وبين التعامل السياسي للأسف والتعامل السياسي ما كانت تعاملا اضطراريا وانتعاملا منفتحا بل مؤيدا ومضفيا بعض الشرعية والمشروعية على واقع النظام السياسي الذي يقوم بارتكاب هذه الجريمة أما المنظمات الدولية الأخرى سواء كانت تابعة للأمم المتحدة أو نظامة العفو الدولية وهي مراج سوش أو غيرها تصدر بياناته وهناك تفاعل وهناك أيضا استقاء للمعلومات من المصادر المعنية بذلك وتحديدا وأنا هنا أنوه بجهود لقوة في المركز العراقي توثيق جرام الحرب وفي قسم حقوق الإنسان في الهيئة أن تقاريرهم وأخبارهم معتمدة والأستاذ عمر يبدو أنه مرضا يذكر بعض الأشياء من باب أنه حتى ما يكون مدح للنفس الإحصائية الأخيرة المية وخمسين والإعدام الأخير اللي جرى في الناصرية 11 أو 12 شخص إحدى الجهات الممتحدة اتصلت مباشرة بالمركز العراقي تقول لهم من أين لكم المعلومة ثم بعد ذلك لما تأكدت قال نعم تأكدنا من صحة المعلومة فإذن هناك معلومات محجوبة حتى عن منظمات دولية مع إمكانيات ومع قدرات ومع علاقات وهذا يلقي أيضا عبءا على العاملين في مجال حقوق الإنسان في العراق مستقلين أفرادا كانوا أو ضمن منظمات مناهضة الاحتلال أو غير مناهضة الاحتلال مشكلة تعمل جميع فلابد من عمل من الجميع من الأجوبة للأسف المحبطة جدا وإن كنا نعرف هذا المشتغل به بالسياسة والمتابع للنظام السياسي في العراق يعي تماما أن هناك أدوات سياسية في العراق لا تقدم ولا تؤخر والتعبير العراقي العامي لا تحل ولا تربط ولكن الاعتبارات القانونية والسياسية يتم التواصل معها من خلال القنوات الدولية والأقليمية وأبرز مثال على ذلك هو وصف أو منصب رئيس الجمهورية في العراق رئيس الجمهورية في العراق له تدخل كبير في هذا الموضوع بل له ثقة كبيرة في هذا الموضوع رغم أن المنصب شرفي كما يقولون ولكن تصديق حالات الاعدام لا تتم إلا من خلال توقيع رئيس الجمهورية أو هكذا ينبغي لكن واقع الحال أن الأجوبة التي وصلت منه لعدد من الجهات دولية كانت أو إقليمية أنه توقف عن هذه التوقيعات هذا إذا حملنا الأمر على محمل الصدق ولكن تمرر هذه الاعدامات بدون إرادته أو حتى بدون علمه والأحداث الأخيرة والأسيان في سجل ناصرية تم الإعدام بدون الرجوع حتى لتصديقات رئاسة الجمهورية كما سمعنا في الورقة التي قدمها الأستاذ عمرق بالقليل فإذا حتى الموانع التي وضعت في النظام السياسي الجائر للحيلولة دون التوسع في عمليات أو أحكام الإعدام لا يستخدم طيب إذا كان جوابه هكذا ما هي الآليات الدولية والإقليمية والداخلية لإجباره لإرغامه على ذلك لا توجد أي وسائل فقط قيامه هو بواجبه بشكل صحيح للأسف هذا لم يحصل أو وجود ضغوط ما شعبية رسمية سياسية إنسانية عليه لاتخاذ موقف ما ولا سيما من القوى السياسية التي رشحته لهذا المكان أو القوى السياسية التي يتبع لها أو قوى سياسية عاملة في النظام السياسي على الرغم من عوار هذا النظام السياسي ولكن لا أحد يهتم الجميع منشغل بموضوع رئاسة مجلس النواب والخلافات والمزايدات بشأنها فضلا عن بضعة عيد غدير خم الأخيرة التي يجري النقاش فيها وغطت على النقاشات فيما يتعلق بحملة الإعدامات وأضرب مثل وانهي به أنه رئيس الجمهورية قبل أيام كان هنا في عمان وسمعنا في الأخبار ورأينا في الصور أنه التقى بالجالية العراقية طبعاً والتقى بجزء ممكن أن تسمى جالية عراقية ولكنها الجالية الموالية القريبة من السلطة القريبة من النظام السياسي المنتفع من النظام السياسي أو التي لا احتمام لها بهذا الجانب أو ذاك ولكن وجهت لها الدعوة ونشرت الصور واحتفالية وأعداد كبيرة وفخامت رئيس الجمهورية ثم انتهى الموضوع ولم نسمع أي شيء ماذا دار بينهم مجرد مجاملات وسلام وتحياتهم إلى ذلك هل هي جالية حقيقية مهتمة بشؤون العراقين في الداخل والخارج بحيث يتجرد بعضهم ويتحدث عن قضايا العراقين المهمة والماسة والحقيقية على الرغم من قناعتنا التامة وقناعة من حضر بأنه لا يستطيع أن ينفذ رئيس الجمهورية أي شيء من هذا القبيل ولكن على الأقل إبراء الذمة لم نسمع أن أحداً تحدث بهذا الشعر وأن الزيارة تمت في أثناء الإعلان عن هذه الإعدامات الأخيرة وخاصة الوجبة الأخيرة في سجن الناصري إذن لا يرتجى من النظام السياسي كما هو معروف ومعلوم لنا ولكن هناك جهات كثيرة عندما نتحدث معها ماذا يقول رئيس الجمهورية ماذا تقول وزارة العدل ماذا تقول الجهة الفلانية وكأنه النظام الحقوقي القانوني منفصل تماماً عن النظام السياسي ولم يتطرق له الخراب الموجود في النظام السياسي مع أن النظام القانوني السائد في الوداء هو أس الخراب وهو الذي يضفي الشرعية والمشروعية على النظام السياسي بل هما متفقان في إخراج هذه الصورة المشوهة للنظام السياسي القائمة على استبعاد العراقيين واستهدافهم بكل الوسائل الممكنة ولا سيما الضعفاء منهم ممن هم في السجون خلاصة الموضوع أن حملة الإعدامات الأخيرة ستستمر للأسف ما دام لا يتم التفات فيها إلى قوانين دولية ولا إلى تدخلات دولية وإقليمية وإلى ضوابط وموانع موضوعة في النظام السياسي والنظام القانوني في العراق ولا إلى مطالبات الجهات والمنظمات الإنسانية أما صوت الشعب العراقي فهو مستبعت كما تعرفون بالكامل سياسياً وقانونياً وعلى كل الأصعدة ولكن لابد من العمل والسعي في هذا المجال والضغط على الجهات والقوة التي يمكن أن تقوم بشيء في هذا الجانب بالنسبة لنا بعد أن يأسنا من كل هذه الأمور توصلنا مع بعض الجهات الدولية وطرحنا الموضوع بصيغة أخرى أنه لا جدوى من التواصل مع رياسة الجمهورية لا جدوى من التواصل مع وزارة العدل لا جدوى من التواصل حتى مع بعض المنظمات الإنسانية والحقوقية والناشطين في العراق لأنهم أيضاً بصورة أخرى متعاونون مع النظام السياسي الفاسد ولابد من طرائق أخرى للضغط على النظام بأكمله لا على جهة ممكن هذه الجهة تعتذر بأن الأمر ليس عندي فضلاً عن ذلك لا بد من اتخاذ وسائل وأساليب معينة ممكن أن تعرق المجريات العمل السياسي لأنه يبدو هي هذه الحالة الوحيدة عندما تتأثر العملية السياسية وتتأثر أو تتأخر مستحقات هذه العملية السياسية ومكاسبها على العاملين فيها حين ذاك يمكن أن يلتفتوا لهذا الجانب أو ذلك وقبل هذا وذلك طبعاً التعويل على الله سبحانه وتعالى ويدفعنا لذلك طبعاً هي الرسائل المؤلمة التي تأتينا من السجون أما بشكل فردي تأتينا شخصياً من بعض المعارف أو تأتي إلى قسم حقوق الإنسان أو المركز العراقي لتوتيق جرام الحال وهو رسالة قبل أيام حقيقة مؤلمة جداً من أحد المعتقلين المحكوم عليه بالإعدام يستعجل حالة الإعدام بسبب الوضع السيء الذي يعيشه داخل المعتقل منذ سنوات وهو بصحة أوواع صحية تعبانة جداً ولا ينقل إلى المستشفى كما جرى في حالات كثيرة جداً ومنع حالة المصاب بالتدرن الرؤوي ومقطوع رجله ومع ذلك تعرض للتعذيب إلى أن توفي ختاماً أشكر الأخ أمر الفرحان مدير المركز العراقي لتوتيق جرائم الحرب على هذه الإفادة والشكر لكم وصولاً جميعاً أيها الإخوة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته